الكاظمي أن التحديات التي يعيشها العراق اليوم ليست منفصلة عن تحديات المنطقة والعالم مشيرا أيضا إلى أن الأزمات الداخلية المتجدرة في العراق تتفاعل مع أزمات أصبحت هي سمة عالم عاجز عن إنتاج حلول على رأسها الأزمات الاقتصادية كما وشدد أيضا على أن التشخيص الدقيق للأخطاء واتباع العلاجات وإجراء عمليات وإن كانت قاسية لتحقيق ما هو مناسب لصالح الدولة والشعب على المدى البعيد مضيفا أن التحدي الذي يعيشه العراق اليوم هو جزء من عملية سياسية تفقد يوما بعد آخر منذ عقود قيم تقديم الخدمة لصالح تحقيق المكسب كما وأعرب أيضا عن أسفه كون الأخلاق في العراق اليوم أصبحت لصالح الشيطن والوطن لصالح الزعيم وتأسيس ممنهج لقيم أخرى ستصبح سمة عمل سياسي في البلاد تتلاقى مع قيم مماثلة في إدارة الحكم ستصبح سياسي ممنهج لتحقيق المخصص